منذ اندلاع الحرب على غزة ولأول مرة يبديز عماء إسرائيل استعدادا لمناقشة نهاية للحرب بإطار صفقة للتبادل المحتجزين وفق موقع أكسيوس مسؤولان إسرائيليان قالا إن المقترح الجديد بشأن الصفقة المحتملة مع حماس ينطوي على استعداد لبحث استعادة تهدئة دائمة بعد الإفراج عن المحتجزين على أسس إنسانية وأضف موقع أكسيوس أن الوفد المصري قدم مقترحا جديدا لحماس يظهر استعداد إسرائيل لتقديم تنازلات غير قليلة وأشار المسؤولان الإسرائيليان إلى أن المقترح الجديد أخذ في الاعتبار الخطوط الحمراء لحماس وما تعتقد مصر وإسرائيل أن الحركة قد تقبل به وذكر المسؤولان أن المقترح الجديد سيبحث إعلان وقف دائم لإطلاق النار في المرحلة الثانية من الصفقة مسؤول إسرائيلي آخر قال إن حماس تعتبر التهديد باشتياح رفح جنوب قطاع غزة حقيقيا قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه من الممكن تأجيل التوغل في رفح في حال التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس مؤكدا أن إطلاق سراح الرهائن هي الأولوية القصوى بالنسبة للحكومة الإسرائيلية ترجمة نانسي قنقر